حذر تربويون من مخاطر استمرار ميليشي الإرهاب الحوثية في شن حملات التعبئة الطائفية والتحريض على العنف في معسكرات الميليشي الصيفية التابعة لها وقال التربويون إن عشرات الآلاف من الأطفال والفتيات يتعرضون لصنوف من التعبئة المتطرفة والتحريض الأسود على العنف والإرهاب في المعسكرات الميليشيوية الحوثية تحت شعارات ومسميات مختلفة وتركز ميليشي الحوثي من خلال المعسكرات الصيفية على شريحة الأطفال والنشأ أوضح التربويون أن ميليشي الحوثي تستخدم المعسكرات الصيفية كمحطة أولى لاستياد النشأ تليها دورة عسكرية قبل الدفع بهم إلى جبهات القتال الموزعة على محافظات عدة وكانت الحكومة حذرت مرارا من استمرار الميليشي في عمليات تجنيد الأطفال عبر استدراجهم لمعسكرات الطائفية الدخيلة فيما كشف تقرير فريق الخبراء الأممي الصادر في يناير الماضي عن مقتل ألفين طفل جندتهم الميليشي الحوثية في أقل من سنتين شكرا